إخواني هناك سؤال طرحوا عليه بعض الأذكياء وفي الأيام نقل ليك ما هو سبيل تعليل هذه الظاهرة الشيطانية؟ ينبطون في بلادنا كالفطر السام وكالنبت الشيطاني ما كنوش موجودين ما كناش نشوفهم شهرين ثلاثة شيء غريب في كل مكان وتكفير والحكومة كافر وهذا كافر والشيخ هذا كافر والمفتم العون والأمة في ضلاء شيء عجيب وبعد الإسلاح وجيب إسلاحك مش معقول يفجل وقتل هنا وجهد والله أكبر وتتعليلها لدي سهل جدا وأنا حذرت من هذا حذرت من هذا من زمان وبعدها يعني أن وضعت ثورات العرب أو زارة كما يقال صحيح؟ لعله كنت أول من حذر من هذا الاتجاه المنبر هنا هل هدم الأضرح من أولوياتنا؟ أولويات الثوار؟ هذا اتجاه عجيب وغريب أيها الإخوة أن يعقب الثورة وأن يكون نتاجاً للثورة والآن هو يشق الأمة ويجهد الثورة وأحلامها ويقضي على أهدافها نسأل الله لهم ولنا الهداية والتزديد وبين مزدوجين أقول لكم شيئاً عن غيرته أيها الإخوة عن تعصبه عن أولوياته عن مصالحه عن أجنداته في ناس عندها أجندات وتوجه بالرموت كونترول هذا محال 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 إلا أن يشاء الله ربي شيئاً أن يرى للحق وجهاً أو يرى للحقيقة بسيطة نور هذا أعمى يعيش أعمى ويموت أعمى نعوذ بالله من العمى وطمس البصر والبصيرة فهمتم؟ هذه موضة بسيطة مني لكم كأخ صغير